موسيقى مشاهدين مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظاهرة بدأ اليوم تقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024 وبناء على هذا الإجراء سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2.5 درهم بالنسبة لقنينات غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات و10 دراهم لقنينات غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما وبدأ التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بهذا الإجراء حيث أوضحت بيانات رسمية حكومية أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اعتمادا على مبدأ الاستهداف المباشر لتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء الأستاذ الدكتور عبداللطيف قمات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة حسن الثاني أهلا بكم مستد عبداللطيف قمات إذن ماذا عن سياق هذا الإجراء؟ هذا الإجراء كان مخطط له وكان مبرمج في إطار إعادة هيكلات الدعم الاجتماعي نعرف بأن في بلادنا صندوق المقاصة الذي يدعم المنتوجات الأساسية يكلف دولة عدة ملايير من الدراهم منذ سنوات وكانت بداية إعادة النظر في هذا الدعم لتوجه أكثر إلى الطبقات التي تحتاج للدعم لأن الدراسات بينات بأن الطبقة الميصورة كانت تستفيد أكثر من الطبقة التي هي في حاجة إلى هذا الدعم لإستهلاكها الأكثر أولاً المواد البترولية التي نعرف منذ 2015 بدأ الإصلاح والإقصان بالدعم المنتوجات البترولية أبقى ثلاث مواد أساسية وهي قنينة البوطان وأيضاً السكر والقمح الطري إلا أن القنينة البوطان كانت هي التي تستحوذ على أكثر ميزانيات من صندوق المقاصة ولتبين بأن الطبقة الميصورة تستهلك وتستفيد أكثر من هذا الدعم توجه الآن للدولة وهو الاستهداف الاستهداف هو أن الدعم للدولة يجب أن يتجهها إلى الطبقات التي هي في حاجة إلى هذا الدعم لهذا كانت إعادة هيكلة الدعم الاجتماعي بحيث اليوم هناك الدعم المباشر لكي توجه الطبقات التي هي في حاجة للدعم وهذا كي يجيب تمويله وتمويله يعني جزئياً يعني ما تستفيد منه الدولة اليوم من نقصة الدعم للبيطان ولو أنها كتبقى يعني دولة ستتساهم أيضاً ستتساهم في دعم البيطان يعني في الفترات المضبرة أستاذ كمات الإعلان عن هذا الإجراء من لدن السلطات الحكومية جاء في الواقع ليلة قبل دخول هذا الإجراء حيث تنفيذ هذا عنده ارتباطات معينة أو مقاصد معينة باستقرار السوق بوضعية السوق أم ماذا؟ وهو كان مبرمج لأنه اللي كان معلن عليه هو ابتداء من شهر أبريل لأن المواطن كان ينتظر هذا القرار وكان مبرمج منذ أكثر من سنة الكل كانت يعرف بأن في أبريل 2024 سيكون واحدة زيادة دي العشرة الدراهم في القنينات دي العشرة كيلو وجزرها منصف قنينات ثلاثة كيلو كان هذا يعني معروف هذا الإجراء هو إجراء احتياطي لأنه كتعرفه باش ما تكونش مضربات ما تكونش تخزينات يعني هذة مسائل عادية مثل هذه الإجراءات الآن كيف سينعكس يعني احتياطات دي العشرة الآن كيف سينعكس ذلك على القطاعات الإنتاجية لأنه معروف أنه الغاز وقنينات الغاز البوتان 12 كيلو جرام تستخدم كثيرا في بعض الإنشطة الفلاحية وطبعا في المطعمة هذا واقع لأنه هذا من الأهداف وأن الدعم وفي حقيقة للطبقة يعني هي في حاجة إلى الدعم وليس للأنشطة الاقتصادية كما كان نرها إلا أنه في الماضي كانت يعني الأنشطة الاقتصادية وأيضا الطبقة الميسورة كتستفد أكثر من الطبقة التي هي في حاجة إلى الدعم إذن هذا توجه جديد لأننا اليوم في صدد بناء دولة اجتماعية التي توجه أكثر هو الطبقة الاجتماعية التي هي محتاجة المساعدة هذه القطاعات التي أنتم ما ذكرتوها يجب التذكير بأنها كانت تستفد من دعم كبير لأنها ديالعشرات الكيلوغرام كانت تتراوح ما بين 100 و140 درهم هذه قنينة 12 كيلوغرام صح؟ نعم ديالعشر كيلوغرام كانت تكلفة في السنتين الأخيرتين كانت تتراوح ما بين 100 و140 درهم لماذا؟ لأنه كانت تدبدوبات في السوق العالمي في السوق الدولي بالنسبة لسعر الغاز لهذا كانت الدعم ديالدولة كانت تتراوح ما بين 60 حتى 100 درهم في كل قنينة إذن هذه القطاعات كانت تستفد اليوم ولو أن هناك ارتفاع الذي يجب أن نعرفه هو أن هذه القطاعات الغادية تبقى تستفد من الدعم ديالدولة لأن اليوم القنينة هي بـ 50 درهم ولكن الكلفة بالنسبة للدولة هي تقريبا اليوم تتراوح ما بين 100 و110 درهم على حسب السعر الحالي للغاز إذن هناك دعم للدولة بالنسبة لهذه القطاعات لمن ناحية الموضوعية لا يجب أن ننتظر أن تكون هناك يعني ارتفاعات بالنسبة لهذه القطاعات خصوصا بالنسبة للقطاعات المطاعم والقطاعات الفلاحية لأن هذه 10 درائم بالنسبة للقنينة لا يستمثل يعني الحجم كبير بالنسبة لكلفة إلا أن يمكن أن يكون هناك استفادة من هذه الوضعية من ناحية السيكولوجية باش يعني بعض يعني الاقتصادين أو المقاولات يبغيوا يستفدون من يعني أن الناس كيتكلمون اليوم عن ارتفاع في السعر البوطان ويعني بشكل تلقائي ستكون هناك هذا من ناحية الموضوعية ستكون هناك ارتفاعات في التكلفة في تكلفة الإنتاج الفلاحي فيما يتصل باستخراج المياه وسدوير المحركات وأيضا فيما يتصل لنقل كلفة لنقل الواجبات وأشياء من هذا القبيل بالنسبة لأصحاب المطاعم لا هناك سيكون هناك ارتفاع سيكون هناك سيكون هناك ارتفاع الكلفة لا بالنسبة المطاعم ولا بالنسبة الكلفة الفلاحية لأنها تستعمل خصوصا المصادر الطاقة يعني تستعمل البيوتان دي الغاز هناك هناك يعني كلفة ترتفع إلا أن ما كانت تدرش بأن هذه كلفة تكون كلفة مباهضة أو باهضة بالنسبة لهذه القطاعات التي ستدفعها أنها ترفع من الأسعار بوحد طريقة من الموسى يمكن يكون هناك ارتفاع ضائل ولكن ارتفاع كبير ليس مبرر لأن أولا هذه القنينات تقمد عمام طرف الدولة ثانيا الارتفاع هو دي العشرة دراهم بالنسبة القنينات الغاز ماشير ارتفاع كبير وتالتا يعني ما غير يكون عنده أثر كبير على التكلفة لإنتاج لم نحن ماذا عن مؤشر التضخم باختصار شديد لأنه كان انخفض في الآونة الأخيرة هل تتوقع أنه سيتأثر بشكل مباشر بهذا الإجراء أم لا باختصار شديد أنا في نظري لا لا يجب أن يتأثر نسبة التضخم كثيرا بهذا الإجراء هذا إجراء روتيني هذا إجراء يعني لا يمثل واحد نسبة كبيرة التي تأثر بطريقة من الموسى على نسبة التضخم في بلدنا شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبداللطيف كومات عميد وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء شكرا لك على كل هذه التوضيحات بإمكانكم مشاهدين الكرام العوداء إلى هذه الزاوية والإطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديانتيفي دوت كوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة